يا أهلا بحضراتكم حلقة جديدة من رقم عشرة النادي الأهلي على موعد مع قرأة كأس العالم للأندية الفين تلاتة وعشرين القرأة تقام في جدة السعودية الساعة 12 زهرا اليوم إن شاء الله كل توفيل النادي الأهلي منفسة كبيرة جدا عنده فرق عظيمة بتلعب في هذه البطولة طبعا أبرزهم فريق منشستر سيتي الإنجليزي بطل دوري أبطال أوروبا والتحاد جدة اللي كان لهم مباراة في كأس العالم للأندية قبل كده مع النادي الأهلي في 2005 نأمل إن شاء الله إن الأهلي يحقق ما هو أفضل من برونزية كأس العالم للأندية حققها تلات مرات قبل كده وعندنا طموح أكبر هتقول لي يعني هو البرونزية وحشة هقولك لأ ده إنجاز عظيم جدا وكبير جدا بس تلاتة برونزية لما يبقى أربعة حلو لما يبقى فيه فضية عظمة لو فيه دهب يا سلام على التاريخ يا سلام على التاريخ هتتكلم النادي الأهلي رغم هذه الإنجازات العظيمة في فرقتين في أفريقيا وصلوا لنهاء البطولة مازينبي والرجاء الأهلي يقدر يوصل الأهلي يقدر يوصل للنهائي وللأ ياخدوا البطولة كمان صحيح فيه منشستر سيتي ومعرفش مين اللي ممكن في العالم يكسب منشستر سيتي أصلا بس مجرد الوصول للنهائي هتبقى حاجة عظيمة جدا لنادي الأهلي إن شاء الله بس ما يصطدمش في القرعة في نصف النهائي مع منشستر سيتي زي ما حصل السنة الفاتت لما اصطدم في نصف النهائي مع ريال مدريد إن شاء الله السنة دي لو حيلاق منشستر سيتي يلعبه في النهائي وبعد كده نتكلم ساعتها ونقول ونعيد تعالى أقول لك نزام مو تفاصيل كرة بطولة كعس العالم الأندية 2023 تفصيلا يلا بينا يشارك في البطولة السابع عندها هم أبطال كل كارة بجانب الفريق المستضيف حيث تلعب اللقاءات بنظام خروج المجلوب يلعب المباراة الفتحية الفريق المستضيف اللي هو اتحاد جدة وبطل أوكيانوس حيث يتأهل الفائز لمواجهة بطل أسيا أو بطل فريق أو بطل أمريكا الشمالية في الدور الثاني ربع النهائي يستهل بطل أوروبا ومسل أمريكا الجنوبية ومشاركتهما من نصف النهائي وتحدد الكرة خسميهما من الفائزين بربع النهائي الخاسر من مواجهتين نصف النهائي سألعب مباراة لتحديد المركزين الثالث والرابع وزيب حالكم عارفين للفوز بالميدالية البرونزية أما الفائز في لعب المباراة النهائية ومكار لها على ملعب الجوهرة المشعة واحب الملعب العظيم اللي هيشارك في البطولة لأهل بطل أفريق تحت جدة بطل دوري السعودي منشستر سيتي بطل أوروبا وروا الياباني بطل دوري أسيا دوري أبطال أسيا ليون المكسيكي بطل كونكاكاف أوكلان سيتي بطل أوكيانوس وبطل كوبا لبرتادوريس اللي هو بطل أمريكا الجنوبية هيتحدد نهاية شهر نوفمبر المقبل إن شاء الله الجوائز المالية البطل هياخد خمسة مليون دولار الوصيف هياخد أربعة مليون دولار المركز الثالث هياخد اثنين ونصف مليون دولار والمركز الرابع هياخد اثنين مليون دولار المركز الخامس واحد ونصف مليون دولار والمركز السادس مليون دولار والمركز السابع بياخد 500 ألف دولار يعني كده كده اللي بيشارك في البطاقة دي كسبان كتير كده كده كسبان على المستوى المالي يعني على المستوى المالي